فقد المهندس سامح فهمي وزير البترول واللواء عدل لبيب محافظة الاسكندرية عددا من المشروعات البترولية بمدينة الاسكندرية تشمل مشروع البترو كيموية الجديد بميناء الدخيلة بالاضافة الى تفاقد التوسعات الجديدة في معمل تكرير ميدور لزيادة التقال الانتاجية وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الامس توسعات جديدة في الصناعات البترو كيموية نظرا للاحتياج المتزايد لها في كافة القطاعات الصناعية المختلفة التي تحقق الاستغلال الاقتصادي الامثل لثروات مصر البترولية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير الالاف من فرص العمل شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول انتهت من تنفيذ مشروع زيادة طاقة مجمع تفحيم المزد بفرن ثالث جديد سيضيفه طاقة انتاجية تعادل 17% من طاقة المجمع الحالي وبتكلفة 390 مليون جنيه يعني نخل حضرية المصر بالنسبة الانتاج البترول كيموية وتمنى طبعا خطاعات الدولة تستفيد من هذا الانتاج ما بقاش كله بتصدر هابنشوف مصانع كتير بتقدر تستفيد بهذه الكنيات ولو فيه خيمة مضافة داخل مصر ان شاء الله وعلى جانب اخر تفقد وزير البترول سير العمل في انشاء مصنع انتاج البوليسترين بتاقة انتاجية 200 الف طن سنويا كمرحلة اولى وبتكلفة استثمارية 400 مليون دولار وذلك المصنع الذي سيلبي احتياجات السوق المحلية وسيعظم قيمة الصادرات المصنع ده بيخلق فرص عمل مباشرة للشباب بقيمة 400 وظيفة وبيخلق فرص عمل غير مباشرة للشباب في حدود 2000 وظيفة على الصناعات التي تقوم على المنتج اللي بيجي من هذا المصنع نسبة تقدم الاعمال في مشروع البوليسترين بلغت اكثر من 50% والمشروع سيوفر في مرحلته الاولى 6500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة